اشتركوا في القناة الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله أن عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة سيحمل شعار عام زايد ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع ذكرى يوم جلوس المغفول له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان طيب الله ثراه في 6 أغسطس عام 1966 عندما تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي ننقش العديد من المحاور عن عام زايد مع الباحث والأكاديمي الدكتور خالد أبلوشي رحي فيك دكتور مرحب أخي وشكرا على استطافة حقيقة وطبعا نحن بعد نسأل الله الرحمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان مؤسس هذه الدولة وحقيقة الأب الروحي ومؤسس حقيقة منظومة القيم في دولة الإمارات وفي الخليج العربي بشكل عام نعم إذا مشاهدينا نحن ما نتحدث إن شاء الله أيضا عن حكيم الأمة العربية شيخ زايد طيب الله ثراه ولكن بعد هذا الفاصل أو هذا التقرير بمناسبة الذكرى المئوية لولادة المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان طيب الله ثراه التي تصادف العام المقبل أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله أن العام 2018 هو عام زايد ليكون عاما للمناسبات الوطنية وعاما للاعتزاز بمسيرة قائد ووطن قائد حفر اسمه في قلوب مئات الملايين حول العالم بإنسانية قل مثيلها وحكمة التصقت بمسيرته ومواقفه وقيما غرسها ورعاها لتصبح حصنا يستضل به كل من يعيش على هذه الأرض المباركة وينعم بالمحبة والتسامح والرحمة والانفتاح في تمازج لا نجده في العالم إلا في دولة أرادها الشيخ زايد أن تكون عاصمة للإنسانية وكانت كما أرادها ورسم لها منهجا تنهل منه الشعوب والدول والأمم الطامحة للتحضر سيشهد عام 2018 عددا من الفعاليات والمبادرات الاستراتيجية التي ستقام في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي والتي تحتفي بالمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد من سلطان ألنهيان طيب الله ثراه وقيمه التي جسدها طوال سنوات حياته دكتور خالد العوام اللي طافت طبعا كثير وأتت بمسميات مختلفة وإذا ما نظرنا لترك المسميات أي أنها كانت خاصة بأعمالها أو خاصة بخيرها أو غيرها فهي فيض من الشيخ زايد طيب الله ثراه فلماذا عام 2018؟ هل هو المكمل لمسيرة الشيخ زايد طيب الله ثراه أو هو بداية أخرى لإمارات جديدة إن شاء الله بعد هذا العام؟ فعلا لما نتكلم عن الإمارات نتكلم عن زايد زايد الإنسان زايد المؤسس زايد الأب فحقيقة يعني نحن نشكر كل المسؤولين على هذه التفاتة على تسمية أو إطلاق العام 2018 عام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان فعلا الجيل اليوم بحاجة إلى أن يعرف ويقرأ ويسمع وينهل من جامعة هذا الرجل زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه يعني حقيقة زايد كان مدرسة زايد الإنسان زايد فعلا يعني لو تقرأ سيرة زايد ترى أن زايد فعلا كان إنسان كان كارزمة يعني رب العالمين منحه بصفات أنا في نظري قلة أن تتوافر في غيره من القادة وحقا نحن نتطرق لجوانب كثيرة من حياة المغفور له الشيخ زايد خاصة الجوانب الإنسانية التي ميزت هذا القائد فأصبح حقيقة علما من أعلام هذه الأمة ومن هذا العصر وأنا دائما كنت أقول أن الشيخ زايد سبق عصره يعني فعلا رجل بهذه المعايير سبق عصره وفعلا حقيقة يعني جاءه يعني نحن حقيقة من بيئة جدا جدا غنية أنتجت مثل هذا القائد الفذ والمميز أكيد عندما نتحدث عن الشيخ زايد لا نشرب أنه فارقنا وإنما هو موجود بين جوارحنا موجود في كل مكان في هذه الدولة وأيضا حول العالم كثيرا ما نسافر ونرى الشيخ زايد موجود في بناء مسجد في عمل خيري أو غيره أو غيره والناس يعرفون هذا الاسم تميز اسم زايد حول العالم حدثنا عن هذا الاسم وماذا يقول الناس عندما يسمعون هذا الاسم يعني فعلا أنا لما كنت حقيقة في صغري وكنت أسمع عن الشيخ زايد وبعض كلماته وبعض ما كبرنا فشيخ زايد كان دائما يركز على الإنسان بناء الإنسان أنا كنت أقول لماذا الإنسان فعلا لما كبرت يعني أدركت أن هذا الإنسان حقيقي فعلا إنسان قيادي لأنه فعلا اليوم نجاح أي مجتمع في بناء إنسان ناجح ومميز أعطيك مثل يعني الشيخ زايد رحمة الله عليه يعني كان يعتقد أن الإنسان يعني هي هو المكسب الكبير لهذه الدولة ولهذه الأمة فسخر جميع الجهود لبناء هذا الإنسان يعني مثلا التعليم أنا لما كنت أطلع على التعليم في بداية الدولة كان شخ زايد حقيقي يعني كان فعلا مهتم وضوع تعليم وحقيقة يعني بدل كل ما يستطيع لأن يعني ينمي هذا يعني أو يخلق جيل متسلح بالعلم الشيء الآخر موضوع التسامح واحترام الآخر حقيقة هذه قيمة كبيرة يعني شخ زايد حقيقي كان دائما متسامح مع الآخر ما معناه تسامح اليوم تسامح هو قبول الآخر فالجهود حقيقي كان عنده قدرة على قبول الآخر الشيء الثالث حقيقة شيخ زايد لما كان يعطي بلا من يعني كان يعطي بلا من وفعلا لما تروح اليوم في أي بقع من بقع العالم ترى خير هذا الإنسان موجود وهذا كلها حقيقة دليل على أن حقيقة هذا الإنسان إنسان قيادية وإنسان مميز وإستطاع حقيقة يعني فعلا أن يحفر اسمه في ذاكرة هذا الوطن وهذه الأمة نعم سيد صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه إن شاء الله وضع هذا العام ليكون عام الشيخ زايد ماذا يريد القائد الآن من خلال هذا العام يعني فعلا أقول لك اليوم حقيقة القيادة يعني رأت أنه فعلا يعني هذا رد لبعض من الجميل لهذا المؤسس نحن نتكلم عن دولة الإمارات حقيقة يعني سبقت عصرها مش من فراغ الشيخ زايد لما بدأ يعني بدأ صنع هذه الدولة يعني فعلا بدأ من يعني خلنا نقول إحنا كان من الصفر يعني حتى يقال في خطاب للشيخ محمد صاحب محمد بن راجد نب رئيس الدولة يعني كان يقول أنه لما بدأ الدولة بدأنا ب45 خريج يعني فصور أنت اليوم تبني دولة ب45 خريج لكن الشيخ زايد حقيقي كان عنده يعني اعتماد بعد الله على هذا الإنسان حقيقة ونجح ليش لأن كان الشيخ زايد حقيقة يعني كان عنده خنقول صفاء نية كان يعطي بلا من ففعلا اليوم حتى اليوم العالم كله يدرك أهمية هذه الدولة لأن دولة قامت على التسامح الدولة قامت على العطاء يعني دولة رحبت بالآخر مهما كان هذا الآخر إذا ما احترمني فأنا راح أحترمه فاليوم حقيقة الشعب بالإمارات وخاصة الجيل اليديد اللي يعني ما كان له الفرصة أنه يلتقي مع شخ زايد وجه بوجه وإن كان مثل ما قلت يعني معاني الآخر موجودة فهذه فرصة حقيقة ينهل من منابع هذا القائد وهذا الحكيم أيضا سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ذكر بأن عام 2018 بما أنه سمي بعام زايد سيكون عام مختلف لماذا وخصوصا أيضا نحن الآن مأتبا على العام الخير مباشرة فوجه الاختلاف فعليا فعلا أنا أقولك اليوم يعني فعلا اليوم هذا العام مختلف فعلا يعني اليوم لما نتكلم عن زايد ما هو من هو الرحمة شيخ زايد حقيقة يعني كان مثل في العطاء كان مثل في العمل كان مثل في التضحية كان مثل في الوفاء وحقيقة عندي ذكريات عدة أو حقيقة يعني التقيت مع بعض المؤسسين وفعلا في إحدى المرات التقيت مع مؤسس قوة دفاع أبوظبي كان عقيد بريطان اسمه ويلسون يقولي بعد حقيقة في 1965 لما كان قبل أن يتولى الحكم فكان مشارك في تأسيس القوات المسلحة ورت التقاعد في 73 تقاعد وراح إلى بريطانيا فيقول أنا جالس في منطقة بريطانيا وجاءني أحد الشخص يضرق الباب قال لي الشيخ زايد يريدك استغربت يعني الشيخ زايد ما تريد مني ففعلا يقول ذهبت ليه الشيخ زايد يعني سلم عليه بحارة وقال لا يا ولسون أنت مكانك في الإمارات يقول أنك تعني منساي ولكن يا سايد ذكرني حقيقة وجابه وكرمه طبعا هذه قصة بسيطة من مئات من القصة تدرك حقيقة أن هذا الإنسان كان فعلا إنسان مميز عنده قيم وليوم حقيقة يعني اليوم الجيل هذا يجب أن يدرك أهمية هذه القيم مبدأ العمل الشيخ زايد كان يحرص على العمل مبدأ الوحدة شيخ زايد حقيقة يعني آمن بالوحدة ورس بالوحدة هذه حتى اليوم نحن مثلا قيام الاشتعاون الشيخ زايد حقيقة أول ما نفكر في قيام الاشتعاون قبل أن يقام في واحد ثمانين طبعا قصص كثيرة اليوم حقا نحن ملزمين بأن نلقي الضوء على هذه القصة لهذا الجيل لكي يعلم من هو الشيخ زايد رحمه الله أكيد طبعا لابد من ذكر الوحدة فلابد أن نعرج على سياسته طيب الله ثراه فنجح الشيخ زايد في إقامة هذا الاتحاد وأيضا نجح في تأسيس اتحاد أيضا دول خليج العربي ولكن اختلاف قبائل كانت وكان هناك خلافات نحن طبعا أكيد نعرف عنها ولكن عمل عمل مضني جدا شيخ زايد لأن يبقي على هذا الاتحاد وكانت هناك مراهنات كثيرة من دول عالم كبيرة على أن هذا الاتحاد لن يستمر ولكن بمجهودات القائد طيب الله ثراه وأيضا القادة في الإمارات السبع الحمد لله استطاع الشيخ زايد أن يبقي على هذا الاتحاد ونرى ثمارها اليوم وقبل اليوم طبعا وفي المستقبل إن شاء الله خبرنا على تلك السياسة كيف استطاع أن يبقي على هذا الاتحاد فعلا حقيقي الشيخ زايد كان يؤمن بموضوع الوحدة والوحدة حقيقة يريد لها إنسان يحمل قيمة ومعاني حقيقة أهم قيمة ومعنى عن شخ زايد كموضوع التضحية والعطاء حتى كنت أذكر لما قرأ عن شخ زايد كان في بيت شعب دائم شخ زايد كان يردده ومن يكن ذا فضل فيبخل بفضله عن قومه يستغنى عنه ويدممه يعني مثلا شخ زايد حقيقة لما شاف أن كان فيه خلافات وحدوية كان فيه خلافات حدودية تمنع الوحدة يعني حقيقة كان أول زعيم أو أول إنسان أن يقول لك أن كان يأتي إلى ما يتفاوض معه يقول لهذه الخارطة ووضع الحدود يا أخي يعني هذا قيمة كبيرة حتى كان في خلاف مع أحد الإمارات فجاء بالخارطة وقال لهم فيه كان ظاهر حق البترولي كان مختلف عليه قال حق لهذا لكم نحن اليوم دولة وحدة فحقيقة فعلا الناس حست بالفرق الشيء الثاني شخ زايد حقيق لما كان يعطي لم يكن يعطي لأجل هدف معين أو يقال عنه لا الشيء الثاني شخ زايد كان زائد في السلطة يعني أنت تعرف شخ زايد حقيق رحمة الله عليه واختير لك أن يكون حاكم وكأن يقود هذه الدولة هو ما كان يريد فحقيقة كل هذه الأشياء فعلا جعلت من هذا القائد يعني إنسان مميز على المسؤول العالم على المسؤول العالم العربي الشيخ زايد حقيقي في حد المرات بعد كان في عارفين في ثلاث سبعين في الحرب مع إسرائيل فكان في حد الدول أعطت مجموعة من الطيارات لمصر طبع بعد توقعت أتفاقية السلام شخ زايد شوف يعني بحكمته قال لهذا القائد أنا راح أتفع قيمته في طائرات دعها لبصر شوف يا أخي رجل يعني بهذه الحكمة يعني حقيقة يعني زايد فعلا يعني غرس حقيقة يعني أشياء استطاع حقيقة من خلالها أن يؤسس لهذه الدولة وحق اليوم الجميع راهن على هذه الدولة وثبت شخ زايدنا فعلا أن هذه الدولة أنشئت لكي تبقى إلى إن شاء الله آلاف السنين طيب في عام 2018 ماذا يجب على كل من يتواجد على هذه الأرض أن يركز أو ماذا يفعل حتى يستطيع أن يستفيد من هذا العام وفعلا يجعله يليق باسم المغفول له والله فعلا أخي أنا اليوم حقيقين إدائي للشباب يعني اليوم أنتوا حقيقة يعني راح بيطلع الشيخ زايد والقادة الحاليين ما قصروا فينا حقيقة بذلوا وأعطوا وبنوا اليوم نحن إذا أردنا حقيقة يعني أن نبقي فكر زايد علينا أن نعمل ونضحي لكي يستمر هذا الصرح الكبير أنا أخبرك عن شخز زايد كان عبارة عن مجموعة قيم التضحية حب الآخر تقبل الآخر العمل كل هذه اللي هو الحقيقة يجب اليوم نحن نغرس فيه الشبابنا لأن الشباب هذا ممكن بعده ما حسوا بالتعب أو تشوفوا حقيقة دولة جاهزة إنما حقيقة رجال يعني لو تشوف صورة شخز زايد كان يعمل بلا كلل من الصباح يعني التحصل في العين في راس الخيمة في الفجيرة يعني جمح الناس حوله حقيقة أتى بخبراء من جميع حال العالم عمل بيده أعطى من مخباه يعني ما بخ على حد فاليوم حقيقة نحن اليوم أنا حقيقة نادي جميع الشباب جميع الناس في هذه الدولة أن حقيقة يعني يهتموا بهذه الدولة وحقيقة يبين شخ زايد أن غرسه كان في مكانه وأنه فعلا استطاع أن يغرس شعب ومجموع من الشباب حملوا هذه الراية من بعد المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان نحن نستطيع أن نتحدث عن الشيخ زايد بكل بساطة بأن هذا الرجل تبع تعليم الإسلامية اتبع الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته وتعاليمه ووصاياه اتبع كل ما أثى في القرآن من أوامر من الله سبحانه وتعالى وسار عليها بكل جهد وهدف الأول كان هو إعلاء كلمة الله وأن يكون خليفة صالحا في الأرض والحمد لله لذلك لا نشعر أبدا أن زايد فارق هذه الحياة وإنما هو موجود معنا دائما وأبدا أبدا حقا يعني فعلا شوف يعني حتى يوم المرأ يعني حتى المرأة ممكن تأقرأ عن تاريخ زايد الرحمة الله عليه يعني حتى مرأة كانت دور في حد زايد يعني مرأة كانت هي الأم وهي الزوجة وهي البنت ودعم المرأة في جميع الجهات في جميع اللي يعني حققها له ولكن دعمها بطريقة صحيحة صحيح يعني دعمها بطريقة نتحافظ على نفسها وعلى مجتمعها وعلى بيته حتى جاء هذا الغرس اليوم اللي حقينا نحن في خربة فحقيقة اليوم كل من على هذه الأرض حقيقة يعني له يعني يجب أن يعمل عمل يقدم للشيخ زايد رحمه الله عليه لأن الشخصات كان لها دور في بناء هذا المجتمع وهذه الدولة الحمد لله شكرا لك كيف وهو حكيم العرب شكرا لك دكتور الله يوفر تشكرا الله يوفر تشكرا الله يوفر تشكرا